السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اصدقائي رجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة عن فيديوهات يوم الجماعة قصص وخبرات من شيء من حياتي رحكي لكم عليها اليوم اليوم رحكي لكم تعلم اللغات كيف تتعلم لغة اجنبية جديدة علناك شنو تتعلمها بطريقة بتكون جدا مفيدة لألك وسهل بنفس الوقت وتكون منفعة على الألعك وهلقنا نبلش بالفيديو لازدكم طبعا خلال ما يطلع الانترو رح تشوفوه هلق بإمكانك تحطلي لايك والاشتراك للفيديو اليوم رح حكي لكم كيف تتعلم لغة جديدة او كيف لازدخل تتخل بتعلم لغة جديدة مع شخص متعلم كزا لغة وداخل في كزا لغة عندي معرفة عامة بشكل عام عن اللغات الانجليزية والفرنسية والتركية متعلمهم وتقريبا بالانجليزية قاطع شهود صدا كتير متحدث ولكن لسته متميز وبتركية انا بحكي بشكل ممتاز جدا وما يشهاد بهالموضوحات والفرنسيين ان درست اللغة الفرنسية في الجامعة بسبب تعلم كل هاللغات صار عندي ادراك كيف شخص لازم يتعلم لغة جديدة وصار عندي معرفة كثيرة شنون لازم بلش وشنون لازم تتعلم لغة جديدة خلينا هلا مبلش حسب الخطوات الأولى طبعا تعلم اللغة في عندك شقين الشق الاول هي تتعلمه انك انت كما أحentiان بالبلد التي عايش فيها ولا تتدعى انا بالدمج يعني هلا سوف المرحل uating بالبلدات التي تعلمها والشق التاني هو انت مسافر بالبلد التانى و ستتعلمها للغتهم والذي اللي سوف أخبركم عنها إذا كنت تقول بالبلد كل ما هنا لك خلال تشتغل الشهور بس تتعلم الأساسيات أو من المطلع من بلدك تعلم الأساسيات الأساسية يعني قواعد بعض الكلمات الأساسية تستخدم بحياتك اليومية وممكن أنك تكون على البلد الجديد تستعمل بثلاثة شهر وين من كان ممكن أنك تتعلم اللغة من خلال مناقشتك مع الناس هم شيء يتكون عن طاعد الأساسية عن القواعد وماذا تتفرق ديناتها بس هذا الأشيء وهو أهم شيء القواعد وهلا قم بلش نحكي عن إذا أنت في بلدك وحبت تتعلم لغة ثانية مثل اللغة الإنجليزية أو أي لغة ثانية على كيفك ما هو موضوعش محصور في لغة معينة أول إشيء أنت لازم تحط في رأسك تعلم اللغة ما بيتم عن طريق مثل المنهاج طبعاً في شيء جداً مهم تعلم اللغة ما بيتم عن طريق أنك مثلاً تدرسه بالمدرسة أو تروح تقرأه مثلاً بيحفظ أنا المادة خلاص أنا بقرأ مثل ومثل من أي منهاج تدرس فيه وممكن تتعلم لغة لا لا هذا الشيء بتاتاً ما يزبط باللغة باللغة أبداً لأن اللغة تعتبر بالممارسة بشكل يومي ومستمر مهما ممكن أنه أنت تقول بثلاثة شهر أو بثلاثة شهر ممكن تتعلم لغة ممكن تتعلم الأساسيات في ستة شهر ممكن تبلش تدخل من المجتمع خلال ستة شهر تدخل من المجتمع الجديد بس ولكنك تصير متحدث رسمي أو تدر تحكي بكل طلاقة قل من سنة مستحيلة طبعاً أنا هون أحكي لك قل من سنة مو أنه شي مستحيل مستحيل بس يعني ممكن يكون صعب بس يعني وخصوصاً لشخص إذا أنت أول مرة تتعلم لغة جديدة لسانك صعب يتحول على اللغة الثانية فهي أحد أهم المشاكل حتى تمرر لسانك أنه يفتع على لغة الثانية هاي نقطة أساسية لازم تتعلم عليها طيب حلاً نحن نحن نبدأ بتجريد تدريبات عملية مثل علامتكم أو مثل كنتم جربتوه ما جربتوه مع القراءة السريعة أو حاولتوا أنكم تعلموها أو بالأقل أنكم نبدأوا تقرأوا الكتاب بالعكس أو تحاولون تقرأوا بالعكس وشون شون ستكون سهولته أو صعبته نحن نبدأ بهم القواعد طبعاً نحن سأخبركم كم تطبيق ممكن تستفيد منه وأنا كنت أستفيد منه وأستخدمه هو التطبيق دي لينجو بممكن تلاقوه وهو تطبيق مجاني و يبطي خدمات في القراءة و الكتابة و يمكن أن تسمع و تلفز وراءه هو يعتبر جيد ولكن ليس ممتاز يعني إذا أنت خلصت المستويات المحطوطة معك باللغة الإنجليزية أو التركية أو الفرنسية المستويات التي تحطينها كلها خلصتها من الأول إلى الأخير أنت تعتبرت تقريباً قطع مستويين في اللغة طبعاً اللغات بشكل عام كلها تعتبر من ست مستويات تقريباً توجيين أنت بس قطعت مستويين بس أنت لسا عندك أربع مستويات هنو الصعوبة فلا تفكر أنه إذا خلصتها تخلصتها بشياء بس أنت هون قطعت شوط جداً كبير لأنك دخلت باللغة دخلت بالصلب على الموضوع هل أنت عليه؟ هاي نقطة جداً مهمة لازم تركزوا عليها المهم هذا التطبيق دي لينجو إذا بتكون تتحملوا رح تشوفوا يطلع هون قدامكم على الشاشة إذا بتكون تتحملوا دوروه وموجود بالتليفونات وممكن تستخدمه بشكل يومي المهم نحن نبدأ تدريباتنا بشكل يومي رح تلناح كل يوم من وقته خمس دقائق حتى تعلم لغة طبعاً إذا استخدمنا دي لينجو ممكن أنك تحط في عنده هو أهداف تحط لك أنه تحصل عشرين اكس بي أو عشرة اكس بي بشكل يومي بس هو عشرين اكس بي يعتبره ممتاز ممكن أنك تأخذه وتأخذ معه بخمس دقائق أو مو خمس دقائق سأحلمكم أن أنت شوان تشتغلوا بدي لينجو بالبداية وبعدها بتطوروا وعملكون عليه بالبداية بجيب طبيعة دي لينجو تستخدم منه وتستخدمه وتبالش وتحاولوا تعملوا تدريبات معه دي لينجو كل ما ينزل لك كلمة جديدة بكتبك هاي بلون أصفر تأخذ هذه الكلمة تتبع شوفت ورا كل يوم تأخذ خمس كلمات يعني تعمل تدريبين تقريبه يعطيك سبعات كلمات أو عشر كلمات هيك شي بوصل لمعادة الكلمات بالتدريبين أو ترفع مستويين فأنت بتحفز هذه الكلمات طبعاً أهم شيء أنه أنت لازم أن تتعلم اللغة تفهم أكتر ما أنك تبصم هاي نقطة جداً مهمة الفهم أكتر من البصنة دي وقت تبنسك هذا التمسك الكتاب وتبلش تكتب يعني أنت مثلا اليوم أخذت اليوم كلمتين أو ثلاثتين أو خمس سبع كلمات لو هو بيعطيك كل تدريب تقريبها سبع كلمات يعني يعني إلى شنين نقطة حتى أخذ سبع كلمات للعشر كلمات فأنت تأخذ هذه السبع كلمات للعشر كلمات تحاول أنك تستخدمهم بشكل يومي أنك تدخلهم بحياتك اليومية تحاول أنك تكتبهم تدل تقروهن تمام الخمس كلمات تحاول أنك مثلا بعد ما تتاعدهم بعد نسانتين نفرض أن تسويت الصبح التدريب تمام والظهريات أو العصريات رجعت خلال كمس كلمات قرأت هون رجعت كتبتهم مرة ثانية فديت قرأت هون مسويات كمان نفس الشيء المهم كل ما هو ما طلب منك خمس دقائق خمس دقائق خلينا فتاة متقطعة يعني سبع خمس دقائق الظهر خمس دقائق العصر خمس دقائق العشر خمس دقائق يكون على ثقاء خلال ست شهر بحد الأدلاء يعني حد على ست شهر ستكون تحكي بشكل رسمي باللغة طيب نحن خلصنا هذا الأشي طبعا موضوع القواعد دق تحاول انك تروح تدور عليها بمصادر ثانية دي لينجو ما ينصح بابا نصح كنطلو تاخد من هنا ان القواعد شوي فيها خربطة وهيك دخلك تفاصيل يعني بيعطيك وزبدة الموضوع وما رح تفهم نحاول انك تروخد القواعد من مكان ثاني تفهم القواعد ونجع بعدين لهون ناخد الكلمات ونحاول نوسع قواعد كلمات طبع تمام هلا فيه محد بيجي لي اه با طيب حلو انا بحط مين كلمات وبعرف القواعد بس ما عم بغادر احكي حلو نحن عجينا تصل بالموضوع هو في عندك نوعين عندك الحكي وعندك الفهم اذا انت ما فهمت ما رح تقدر بتحكي هذا امر مقطوع منه ومفهوم منه وبشكل بسيط جدا مفهوم طيب حلو انا شون بدي افهم تماما اني هون رح ندخل بالشي العملي الموجود لازم تتمدد عنده طبعا حتى تتعلن ان بانصحك حسب اللغة انت تتعلمها ما بعض شاي اللغة هستتعلمها بس ولك انا انصحك بالنسبة اللغة الانجليزية واللغة بشكل عام كل اللغات بس رح انصحك الجامعة بعلموني باللغة التركية لما دخلت على الجامعة أعلموني اللغة التركية لاني كنت اعرف اي كلمة باللغة الانجليزية تركية عفوا. وما كان في حدا من محيطي انه يعلم فغة تركية. انا رحت بالجامعة. دخلت. باركنا. اول يوم. بلشنا ناخد دروس. ما بلشنا ناخد دروس. انا شفت انما كنت بسوريا وبغير مكان. كل مكان. اول ما يبلش الاستاذ بيعطيك الاحرف. بيعطيك ايام الاسبوع. بيعطيك الاقرام. بيعطيك بيعطيك شغلات كثيرة. تخيلوا كل هاد اللي اعطونا اياه. بيوم واحد. بيوم واحد. اعطتنا الاحرف. اعطتنا اعطتنا كلمتها كامل. بس اطرق اطرق اطرق. خلص خلصتها. بس. طول يبالك. نحن ما نفهمني ايشي ابدا. يعني احنا عم نفهم. نعرف انه هي عم تقول. انه هاي اليوم كزا هي عم تقشر. حتى حتى في نقطة جدا مهمة. كانت عم تعلمنا باللغة التركية. ما كانت تحكي معنا ولا كلمة العربي ولا انجليزي ولا اي اشي. كانت تعتمد لانها تشرح لنا بس اشارة. او انه اطلت عيدة الكلمة عيدة عيدة عيدة. او تشرح الكلمة نفسها باللغة التركية. وازي عزت 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 تفرجينا صور. وازي عزت 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 بتفرجينا فيديو. يشرح الموضوع. وبس ما ما يسمعوه بلغة ثانية. كله بالتركي فقط. تمام? هاي نقطة جدا مهمة. طبعا هون بعد بعد ما انت تتلش بهالموضي هاي ازا انت طبعا اندك تعلم يعني اعمل ازاك عم بقال لك انت لازم تركز انه انت ما تربط لغتك الاساسية باللغة اللي انت بتعلم فيها. تتعلم اللغة انها اللغة بس. طيب. هلأ? هنت ممكن شخصيب مثل تلكون بيجي باللي انا خيو عندي قائد كلمات جدا كبيرة. مسلا مثل اللغة الانجليزية ممكن انا تحسب بها اسماته 2000 كلمة. باللغة الفرنسية 1200 كلمة. حسب احد الاشخاص اللي بسيبين حكا انا عم بيحكي اه احد الباحثين باللغة التركية بيحكي. ستعلمت 500 كلمة باللغة التركية انت استداد تحكي فيها وتستخدمها بشكل يومي. بالاضافة طبعا القواعد. اه بكل اللغة طبعا القواعد امر مهم. فممكن انتك تدخل باللغة. موضوع الكلمات انا ما رح احدد فيه لان موضوع الكلمات بحث جدا كبير لانه ممكن شخص يروح يتعلم الكلمات هاي وبيحكي فيها فيروح بيدخل في نقاش فما يدر يحكي فيه بيقول انا ما بعرف. وانده بحزه ولا انا ما بعرف حكيه. لأ انت مو ما بتعرف تحكيه. انت الكلمات ما تحرفها مو ما بتعرف التحكيه. هاي نقطة جدا مهمة لازم نحن يعني الحديث العاضر اليومي مختلف عن الحديث اللي بيكون مسلا متجنب اقتصاديا او سياسيا اجتماعيا. هاي موضوع تكون داخل في بعضها اكتر. وفي كلمات ما ممكن توصف لك يا وصل لغتنا العربية للكلمة تبعيدها. يعني الكلمة الوحدة حتى توصلها يعني ما لها يعني ما لها. يعني انتك نتلقي عش كلمات باللغة العربية لكلمة وحدة باللغة التركية. فتروح وقتا تجي تستخدم هاي الكلمة بتستخدم نفسها فتسوء الحاضر يا فلمتو شنون. فيعني شوي هاي موضوع رح ندخل في التفاصيل. بس مهم عم بحكي لكم دك تحكي بشكل يومي يعني يومياتك عاديا ممكن خوز كلمة. بس مية كلمة ممكن تعلمها. اصير اسمع فيلم اتفرج عليه افهم. بدي ادخل مثلا مع حديث اشخص احكي معه بقول له مثلا بحكي معه باللغة الانجليزية اخد رحتي بالحديث او باللغة الثانية اي لغة كاريت يعني. بس لي ما اطادر. طيب. لحن ساعة كامنا اصيح حتى تعتمد عليها وتشتغل لها حتى تشوف انت فعلا من حفظها الكلمات ولا ما لك حفظها بشكل اساسي وبحقيقي. لان طبعا حياة اليومين لما انت تحكي مع شخص بيكون طريقة لفظه وكلامه جدا سريع. فما ممكن انك تسمع الحروب بشكل صحيح. الا زجا شخص هادي ورايئ. بيجي يحكي لك ببطء و بشكل قواعدي. وهذا الاشي مستحيل. مو مستحيل انها مستحب انك تلاقي غير بدور الدوائر التعليمية او كسا. مثلا تروح مع شخص شوفه بالشارع بتحكم معك لغة الشارع. ما انا احكي معك لغة المدرسة اللي انت تحكي فيها اصلا تحكي معها ايك بحس عليك. او ماي جاد. اوش هذا. يعني كتير انسان نازك. لازم انت اشح حتى تتفوي هذا الاشي. في فيديوهات طبعا باللغة التركية وباللغة الانجليزية وباللغة الفرنسية انا شفت فيديوهات كتير موجودة منها. وكصوصها يتستظر للاطفال اللي هم من عمر. اللي هي ايش تعتمد انه تكون الحوارات تبعاتها بسيطة. وبالاضافة بيكونوا عاملين الحوار بعد ما نحاكينه. عبيحكوا مع بعض. مثلا بس كلكم كان قناة بدور لكم عكم قناة باللغة الفرنسية او الانجليزية او التركية. بحكي لكم من تحت صندوق الوسط. اذا بتكون طبعا بتقولي بالتعليقات. مضع فلان موضوع البحث كتير رح يعزلني. فالحوار يكون بسيط جدا مثل انه بيحكي قصة ورواية مأقوذة مدة عشرين دقيقة بيحكيها باللغة الانجليزية. طبعا انت ايهون ايش مطلب منك? انه بانك بتاع تقول عندك كلمات وعندك قواعد فلازم انت لما تسمحي قصة تفهم. طبعا انت طبعا تفهم لاني ملك معودناك على السنة. فهون احنا نصلنا بالمشكلة. رح نحاول نعارج هاي المشكلة بالترتيب وبالتدريجة شوي شوي. كيف? رح تبدأ انت باول مرة تاخد الفيديو هذا. بتشغل الكتابة تحته باللغة العربية او بلغتك اللي انت اللي بدك اياها. بتشغلها. بتشوف اللغة تفهم النص تفهم الحوار. بعدين بترد. بتلغي اللغة العربية بتحطوا نفس اللغة اللي هني عبيحكوا فيها. وفي فيديوهات عن هذا الموضوع يعني. مثلا مثلا هنه بيستخدموا لتصموا لتفهم اكثر اشي يلي ما يقدر يسمع بشين يكتبوا له تحت اشعب سيرة قدامك بالفيديو. بحسب اللغة اللي هو فيها طبعا. فممكن انك تحطه مسلا هو فيديو باللغة الانجليزية تكتبت كتابة لغة الانجليزية. بس انت ايش بتسوي? بتركز اذنك على السمع اشعب يحكوه وعينك مو على النص اشعب اشعب سيرة لانت اساسا شايف الفيديو قبل او شوفه مرتين كمان ما في مشكلة. ركز عينك على الترجمة اللي عتطلع باللغة النفس اللي عبيحكو فيها. زي ان عبيحكو بالانجليزي شوف الترجمة باللغة الانجليزية تمام? بعد ما تشوف هذا الاشي بتحاول انك تستوعب اش عبيحكوه. تفهم من الجمل المكتوبة طبع انت فهمان اشي القصة تمام? انت سمعت القصة وفهمتها. بس انت ركز انه هاي الكلمة معناتها كزع. هاي الكلمة معناتها كزع. هو هيك قال. هو هيك قال. هو هيك قال. فانت لما تصير ترى بصير تسألها نفسك. ليش هي محطوطة الانجي هون? ليش محطوطة ايدي هون? مسلا هالتفاصيل هاي تبلش انت تفهم عليها وتعرض. حتى لو هون تبلش تستدرك ضعفك بالقواعد. وممكن تفهم ومن خلال قراءة الجمل انتوا حسب ترتيب القواعد. ممكن تفهم انت هاي الجمل حقيب بالحاضر ولا بالماضي ولا باي زمان كانت او بالماضي المستمر او بالحاضر. المهم بالتفاصيل انت بتشوفها. طبعا انت هون لما توصل لمرحلة معينة. طبعا بعد ما تعيد الفيديو ده اول ما بتوقع لك خمسة او عش مرات هتصير تفهم الجملة المكتوبة كلياتها وبصير حتى تكتبها اذا بدك انت هذا الاشي. بعدين بعد ما تترى ازا حاولت انت بعد ما توصل هذا المستوى. لك ترفع الليفل. الليفل الثالث اللي انا وصل له انه هو انت بتطفي الترجمة. بتطفي الحكيم. او بتروح بتحاول لانه هاي تكون انت بصمت الفيديو. رح حاول تاخد نفس الفكرة نفس الفيديو او انت اللي تكون عبت تعمل هاد التمرين اعملوها كزا فيديو. ما تعملوها نفس الفيديو. مشان ايش? مشان اتمهارتك ترفعها. طبعا احنا ازا ازا لكم القناة هاي تابعت لو يوتيوب الموجودة. الفيديو نفسه شون كانت يعني الفكرة تقريبا الكلمات المستخدم بالفيديو. بالفيديو التاني نفس الشي. فرق بسيط طيناتهم. فممكن انت ممكن لما تسمع الفيديو الاول تفهم شوية كلمات. تسمع الفيديو التاني تستدرك الموضوع وتستير تفهم اكثر واكثر. وصلنا للفل الثالث والهوة تطف الترجمة وتتفرج على الفيديو. وبتحاول انك ترجم وراه بشكل ذهني. طبعا بعد ما تحاول الترجم وراه رح توصل لمرحلة انك صير تفهم الجمل بيحكوها بشكل طليق. بعدين تبلش ترفع من استوياتك تروح تفرج فيديوهات تانية. بتلاحظ حالك شوي شوي صرت تفهم اش عبي يحكوه. ممكن بعض الكلمات ما تفهم. لا اخفيك سر يعني ان لا تنصدم انه واحد تقول اوه انا فكر حالي افهم. ارجعت. ما في مشكلة. انت المهم لازم تحاول تفهم. بعد ما تفهم وتوسل لدرجة من الافهم اول الوعي التام. اول مو الوعي التام الوعي سبعين بالمية انتو صرت تفهم اش بيحكي واش الحوار كامل واش قصده مثلا به هالكلمة هاي لما حكاها واش قصده اول حرف هذا لما انذكر. فاذا احنا نصدنا تقريبا على سبعين بالمية او ثمانين بالمية من الفان. هلا انا صرت افهم. عندي كواعد. عندي كلينات. طبعا موضوع الكتابة بحث اخر ما ادخلكم فيه. لان هذا دراسة اكاديمية. بدنا شي تاني. بده شغل اكثر حتى نشتغل عليه. ما رح ادخلكم فيه. بس رحس كلكم البعض النصائح بشأن الكتابة. رح ندخل لللافظ. او للحكي. طبعا بحث اه كان في باحة يتعلمنا. اه بيحكينا انه انه انت لما تعلم لغة اجنبية انت منيح منك عب تحكي لغة تانية باللغة غير لغتك. وحصولك انت انت متقدم بالعمر يعني بعد العشرين يعتبر انه يتعلم شخص لغة شوي يكون صعب غير لما يكون تحت العشرين. هيك كان عب يحكينا. فكان بيحكينا انه انتو اي شخص كان عب يتعلم لغة. لا تعتبر نفسك انه انت متل الابن البلد اللي عبي يحكي باللغة نفسها. تماما تماما حتى لو شفته ضحك. انت لما تيجي تحكي كلمة وشفته يتضحك. على ممكن انتو تقول لا مثلا جوزة توقف تصيل موقف محرجة تحس حالك انها انحرشت نعم تحكي ما افهم عليك تصيل يتضحك عليك. انه انت ما افهم. عبرت له ايها صح مع هذه الكلمات نحن صارت معنا هون في تركيا. معناها نحن عادية بنحكيها. فطلقت لما انه صارت بلهجتنا عم نحكيها. فطلقت معناتها سيء بالنسبة للأتراك. فهمت شون صار يتضحكوا. انه بيعرفوا انه احنا ما نفهم ليش معناتها. فيتضحكوا. ومثل انت لما تروح تشوف شخص انت جوزة تحس شغلة كبيرة. فس انت عند يجي شخص بيحكي لك كلمة مثلا بيقلك عم بتعلم اللغة العربية فتلاقي خربط شوي فانت فهمت المعنى تغير. فانت بتعرف انه مو عصدوا بس لما عم بيلفظها عم بيلفظها بطريقة يعني شهز. فهمتوا شنون كثير امثيل على هذا الاشي يعني كثير كثير انا مبير حاكي كنت بتعلم في مصرية حكيت على شاب مصري اما قال لي هي الكلمة مثل المعنى اللي عبتحكي فيه صحيح مثل ما انت عبتحكي. بس انت طريقة لفظك عملك غير لهجة عبتطلع معنى سيء. فلا تعد تحكيها. فلا انت بتعرف كلمات وبتعرف قوات وبتعرف كل شيء وطلبت اشي من الشخص. طيب حلا انا مسلا بدي اجي اطلب بدي احكي طبعا اغلب الناس بما تكون هي فايدة ورايقة تحكي قواعديا تحكي لفظيا تحكي كل شيء تمام. بس هذا الشخص لما ينضغط او مسلا بيسير معه ومشكلة وبيشتري من ماركت او مسلا بيكون مسلا شخص اجي احصار يحكي معه بطريقة سريعة جدا فنفرزه توتر. فصار معد يعرف يطالع الكلمات. يعني في رأسه الف كلمة او بلا طارت الكلمات من رأسه. هون في شغلك. امر طبيعي هذا الاشي. فيبلش بديه يحكي الجملة متل ما هي بطولها. احشخص قدامه اكيد ما رح يصبر له بان ما يحكي بعد اذنك وما باعرف ايش وبيحكي له يعبقه واعديا ومتلا يقول بالغاية العربية الفصحة. ما رح يقدر هو حتى يحكيها عش قد مكان يعني. فانت حتى لو كنت في اي ظرف كان او في اي حي مكان او في اي شي كنت وحسيت حالك انضغط وبدك تحكي. اهم اشي باللغة انك توصل الفكرة اللي بدك يهم. بس. انت بس وصلت الفكرة والشخص اللي قدامك فهم انت خلاص تحكي اللغة. ما هو بالضرورة تحكي مثل ابن البلد. هاي ملخص عديس حتى انت علمك شونا نرجع نهيه للحلقة كلية الحكينا كلية ونختصره بجملة جدا مختصرة. اول شي انك تحاول انك تسوي تكبر قاعدتك بالكلمات. وبالقواعد. وبعد ما تكبر قاعدتك بالقواعد والكلمات. طبعا هذا الاشيء يعتمد على ثلاثة وخمسة دقائق. تحاول انك تخفز كلمة وتركز للكلمة. وتحفزها. مو بس انك تقولها وبس انت حاول انك تكتبها. وحاول اهم شي الورق والقلم. لا تفكروا انه ونحن صارنا في الصحفي عصر التكنولوجيا وصار لك التاب وراء القلم صار شي كتير قديم. وصار في عندك جوجل وفي عندك كتير اشياء ممكن تستخدمها. كتابة الورق والقلم كتير بتثبت المعلومة. حتى لو انك تستخدم القلم على التاليفون وتبلش ترسم هيك بشكل انه ترسم. بعدين تمسح ترسم. معلش. المهم حرك ايدك عودها. لان ايدك وقت عم تتعود ما خلقك عم تسجد في الحيز انك تفرج على فيديوهات. وتحاول انك تفهم ايش عبي يحكوا وبعدين تحاولنا التحكي معه وبعد ما تحاولنا التحكي معه تصيش تكتب وراه. طيب نحن بعد ما خلصنا كلها لحكي هذا. بدنا آآ طبعا هي النصيحة الاخيرة بس للي بديو يتعلم الكتابة. طبعا بعد ما خلصت الفهم والحديث. خلال احنا نحن ندخل مع حالة اللي هي الكتابة واللي هي تبقى اصعب 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 مراحل اللغة اللي هي لازم انت تكتب. طبعا لازم تكتب شنون انا بفضلكم اياها انكم تقرؤ كتب. انا بنصحكم اياها حسب تجربتي يعني تحاولوا تقرؤ كتب اللغة اللي هي الموجودة فيها. ويعني تقرؤوا صفحة. تحاولوا تفهموا. طبعا هذه بساعد كمان بالفهم الحكي. والفهم واللفز. بس ولكن يعني انت واستواقوا ما يوصل للك يعني حتى تخلص مستوى انه الفهم عن طريق الفيديوهات. او الفهم عن طريق الفيديوهات. والحكي مع طريق الفيديوهات. حتى توصل لمرحلة الكتابة انك تقرأ كتاب وتفهم ايش بنضمونه. وتحاول انك تلخصه. ازا در تعمل هذا الاشي رح تقدر تتعلم اللغة بكل سهولة. وموضوع الكتابة رح تكون الممارسة يعني موضوعيا شوية تبر شوي في صعوبة. بس مو مستحيل. شوي شوي بتتمارس بالكتابة تحاول انك تقرأ كتب. تلخصها. وبس هذا كلمة هونالك. واهم اشي انك تحاول توسع دارة معرفتك عن طريق مسلا لما تصفح المواقع تحاول تصفحها وتقرأها. باللغة اللي انت بدك تعلمها. مو تعموا ان متصفح لانك تتعلم انجليزية تعملوا باللغة الانجليزية. وهتصير عندك مشكلة تحاولوا للغة العربية. لا لا. هذا ما ينفع ابدا. بدن ابدا. مدر فيها اصدقائي كتير حاطين تليفونة باللغة التركية لما ديفتحوا تطبيق البنك بيقلبوا للغة العربية بشان يخافوا ان يصير معهم غلطة او يصير مشكلة. وعك هي لا تفكر فيها ابدا. مو لأتفكر يعني. ما منها فائدة. الفاضي. بدك تعلم القرار? بسيك. ستاح النص مسلا باللغة الانجليزية. اقرأ. عاول تفهمه. بس. يكون هو يوصل لنهاية الفيديو. اتسعطي على لايك. والاشتراك في اليوم فيديو جديد. حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله يبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده. وكمان الفيديو ده. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا.